دولة رئيس الوزراء السيدة أنا كلوديا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة والمستوطنات البشرية معالي السادة الوزراء والمحافظون السادة رؤوساء الجامعات السادة نواب البرلمان السادة ممثل السفرات والبعثات الدبلوماسية السادة ممثل المنظمات والهقيات الدولية الحضور الكريم إن استضافة مدينة الأسكندرية لليوم العالمي للمدن يؤكد على قدرتها للتصدي للتحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة وليس هذا الحدث إلا محطة في مسيرة مصر الطموحة حيث تستعد مدينة الكاهرة لاستضافة المنتدى الحضر العالمي في الفترة من 4 لـ 8 نوفمبر تؤكد هذه المناسبات المتتالية على التزام مصر بمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإذا نحتفي اليوم بأهمية التعاون بين الشباب والمجتمعات المحلية وقطاع الخاص ونؤكد أن جهود المشتركة هي الطريق نحو التنمية الحضرية المستدامة وتؤدي وزارة التنمية المحلية دورا محوريا في جهود مصر للتكيف والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال تنفيذ استراتيجيات تركز على استدامة المدن ومرونتها بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين وقطاع الخاص عن طريق دعم المحافظات في وضع خطط للتخفيف من المخاطر المناخية والتكيف معها وتحسين البنية التحتية مع زيادة الاستثمارات الخضراء وتحويز المشاريع الصديقة للبيئة إضافة إلى ذلك التحول نحو النقل المستدام عبر مشاريع تحويل وسائل النقل للعمل بالغاز والكهرباء مما يسهم في تقليل الإنبعاثات الكربونية كما يتم تعزيز القدرة لمواجهة تغير المناخ عبر مبادرات قومية مثل 100 مليون شجرة وتطوير أنزمة إدارة المخلفات ولا يمكننا الحديث عن استدامة المدن دون الإشارة إلى الدور المحوري للشباب فهم صناع المستقبل وتدرك الحكومة المصرية أهمية إشراك الشباب في مواجهة التحديات البيئية والمجتمعية وتقدم الحكومة الدعم المستمر لمبرامج ومبادرات تهدف إلى تمكين الشباب وإشراكهم في اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستدامة والعمل المناخي من خلال منصات حوارية ومشروعات توعوية وبرامج ريادة الأعمال الخضراء التي توفر لهم الفرص للابتكار مثل مبادرة المشروعات الخضراء الزكية إن التزامنا اليوم بمواجهة التحديات المناخية ليس مجرد التزام وطني بل هو واجب تجاه الأجيال القادمة وكلنا ثقة أن تعاوننا سيصمر عن تحقيق أهداف المشتركة لخلق مدن أكثر ازدهارا وفي النهاية أنا بتقدم الشكر لمعالي محافظة الأسكندرية والقائمين على مكتبة الأسكندرية لاستضافتهم لهذا الحدث شكرا لكم شكرا لكم